اللي بيقدر اليومين دول يطلع كتاب بيبقى بطل يقول لك ده عمل كتاب يعني خصوصا لو كتب رواية مثلا أو قصة الأبطال الحقيقيين أيضا أيضا باعتبارهم العلماء العلماء اللي بيشتغلوا في البحث والتنقيب في التراث العربي وأحياء اللغة العربية فلما يكون في حد مشرف على معجم ويصدر منه 17 جزء يجب أن حضرتك تتوقف كثيرا عند هذا الأمر وطبعا حبى الله العالم العربي بإمارة الشارقة اللي هي متصدية للثقافة العربية ومتصدية لإعلاء اللغة العربية ومن كم يوم كان في معرض الكتاب في إمارة الشارقة وهو واحد الآن من أكبر معارض الكتاب في العالم حاكم الشارقة هو رجل محب للثقافة العربية منمي وراعي للثقافة الإسلامية حضراتكم عارفين أنه هو اللي رعى ترميم المتحف الإسلامي اللي انفجر وقت الأحداث الإرهابية كما تشمل رعايته أشياء لا يستطيع أن يقوم بها إلا دول دول اللي يكون عندها قناعة أنها تريد الحفاظ على أصولها على ثقافتها فاليوم فرصة أن أقول لحضراتكم أننا بنحتفل بصدور معجم أو المعجم التاريخي للغة العربية يصدر منه 17 جزء 17 جزء لمفردات اللغة العربية وتاريخ اللغة العربية طبعا هتقول لي يا عمر هو أنا حقرى لا المعجم مش معبولة عشان تقراها كلها إنما هي مراجع هي أوتاد قوية في الأرض تثبت اللغة العربية وتحفظها من الانهيار وتحفظها من الذوابان في الثقافات المختلفة